السلام عليكم طلاب الصف الثالث عندنا تكمل الموضوع المبني المجهول passive voice المبني المجهول طبعا أخذنا المبني المجهول مع المضارع ومع الماضي وقعدنا المبني المجهول مع المضارع التام ومع كامبي حالة المضارع التام يأتي في الجملة هافو هاز راح نأخذ المبني المجهول مع المضارع التام present perfect طبعا راح يجيني بالجملة هافو هاز إضافة إلى بعد هافو هاز يجينا تصريف ثالث للفعل من العمود الثالث للأفعال ظروف الدالة على هذا الزمن ربما يجيك بالجملة for sins for sins هذه الكلمات تدل على المضارع التام واضحة جملة المضارع التام لأن راح يجي بها هافو هاز وموجود تصريف ثالث للفعل المفعول به يوجد بعد التصريف الثالث للفعل أن يكون ترتيبه رابع كلمة هو راح يجيب لك جملة مضارع تام يتكون من الفاعل بعد الفاعل هافو هاز بعد هافو هاز تصريف ثالث للفعل بعد التصريف الثالث للفعل المفعول به يكون رابع كلمة شوف هاي جملة جملة المضارع التام راح نستخلص منها جملة مبني لمجهول أول شيء الفاعل شنه الفاعل لو يكون he, she, it, I, we, you, they أو اسم مفرد أو اسم جمع بعد الفاعل لازم فعل مساعد has أو have has أو have إذا كان الفاعل he, she, it اسم مفرد يأخذ هاز إذا كان الفاعل I, we, you, they, have إذا كان الفاعل I, we, you, they اسم جمعي راح يأخذ هاز فاعل has أو have تصريف ثالث فعل مفعول به شوفوا المفعول به ترتيب رابع كلمة فاعل has have passpart نستخلص من هذا الجملة جملة مبني المجهول فاعل حذف يوحدى فاعل الجملة نجيب المفعول به في بداية الجملة المفعول به رابع كلمة بعدها التصريف الثالث للفعل مفعول به بداية الجملة المفعول به إذا كان مفرد راح يأخذ هاز بين إذا كان جمع يأخذ هاف بين مفعول به نجيب المفعول به في بداية الجملة هاز بين أو هاف بين حسب المفعول به إذا كان مفرد هاز بين إذا المفعول به كان جمع هاف بين تصريف الثالث للفعل أنا بجملة المعلوم عندي تصريف ثالث للفعل يبقى كما هو يبقى كما هو التصريف الثالث للفعل ما نغير بي أي شي يبقى الفعل كما هو هنا تصريف الثالث الفعل يبقى تصريف الثالث الفعل تكملة الجملة مفعول به بالبداية إذا كان مفرد هازبين إذا كان جمع هازبين هنا عندني بجملة المعلوم بعد هذا وهذا في تصريف الثالث الفعل ننقل الفعل نفسه تصريف الثالث الفعل ننقله نفسه ما نغير بي كل شي وتكملة الجملة they have cleaned the house passive أو change to passive شوف هذه جملة جملة مضارع تامة they الفاعل have فعل مساعد they تأخذ have فاعل فعل مساعد have cleaned تصريف ثالث الفعل the house مفعول به the house مفعول به المفعول به يجيب بداية الجملة لازم هذه الجملة نستخلص منها جملة مبني للمجهول نجيب المفعول به بالبداية the house رابع كلمة المفعول به بعد التصريف الثالث الفعل the house بالبداية إذا كان مفرد يأخذ has been إذا كان جمع يأخذ has been the house بيت بيت مفرد بيت واحد إذا راح يأخذ has been مفعول به the house has been أو have been المفعول به مفرد يأخذ has been بعدين عندي تصريف ثالث للفعل نجيب على الجملة شوف الجملة هاي التصريف الثالث الفعل ننقله كما هو ما يتغير cleaned the house المفعول به بالبداية مفرد أخذ has been نجيب على فعل الرئيس تصريف الثالث الفعل ينقل كما هو cleaned someone has stolen my tools change to passive أو passive حول إلى المجهول نسوى الجملة مبنى المجهول someone شخص ما هاي الفاعل has فعل stolen تصريف ثالث الفعل my tools مفعول به نجيب المفعول به بالبداية المفعول به لازم يجيب البداية my tools مفعول به بالبداية my tools يأخذ has been لو have been my tools جمع نين عندي اس الجمع my tools have been نجيب على الفعل الرئيس تصريف الثالث الفعل يكتب كما هو لأن عندي بعد has been وهذا been تصريف ثالث للفعل ننقل التصريف الثالث الفعل كما هو مفعول به بالبداية أخذ have been نجيب على تصريف الثالث الفعل يبقى كما هو stolen stolen يبقى كما هو stolen أما الفاعل يحذف الفاعل يحذف نجيب على حالة can be المبني للمجهول مع can be يأتي فيها جملة الفعل can شلون نعرف بأن هذا الحالة هي مو مضارع بسيط أو ماضي بسيط أو مضارع تام يجي بالجملة الفعل can يستطيع المفعول به يأتي بعد الفعل المجرد وترتيبه رابع كلمة شوف مع can شلون راح تكون الجملة فاعل بالبداية I, he, she, it, we, you, they اسم مفرد اسم جمع الفاعل بالبداية can الفعل can فعل رئيسي مجرد فعل رئيسي مصدر مجرد من العمود الأول الأفعال بعد الفعل المصدر مفعول به مفعول به وعندنا تكملة الجملة تكملة الجملة فاعل can فعل رئيسي مصدر من العمود الأول الأفعال مجرد مفعول به مفعول به تكملة الجملة إذن المفعول به ترتيبه رابع كلمة بعد الفعل نستخلص من هذا الجملة جملة مجهول المفعول به دائما يجي بالبداية مفعول به بالبداية عندي هنا الفعل can ننقله ونخلي بعد الفعل can كلمة can be مفعول به بالبداية الفعل can ننقل بعد الفعل can be can be هنا فعل مصدر من العمود الأول لازم نسوي تصريف ثالث للفعل نحاوله على العمود الثالث من الأفعال لنفرض هنا جاني فعل c لازم يصير تصريف ثالث الفعل scene فتحويل الفعل المجرد فعل مصدر من العمود الأول للفعل نسوي تصريف ثالث للفعل والتكملة تنزل كما هي فاستخلصنا من هذا الجملة جملة مجهول المفعول به بالبداية ينزل الفعل كان نخلي بعده به الفعل الرئيسي مصدر من العمود الأول لفعال يتحول إلى تصريف ثالث للفعل تبقى التكملة كما هي الثعالب يمكن أو تستطيع أن تأكل الدجاج هذا فاعل الجمل اللازم يحذف شوف فاعل كان فعل مساعد يتفعل مصدر مجرد من العمود الأول لفعال مفعول به نجيب المفعول به بالبداية المفعول به يجيب البداية بعد المفعول به نكتب كان بي نرجع على الجملة عندي بعد كان يجيني فعل مصدر من العمود الأول لفعال بعد كان هذا الفعل كان بعد ويجيني فعل مصدر من العمود الأول لفعال لازم نسوي تصريف ثالث للفعل جبنا المفعول به بالبداية بعد المفعول به كان بي بعدين نتصريف ثالث للفعل هذا الفعل اللي بعد كان نسوي تصريف ثالث للفعل كان رائد شوفوا ينا عندي نقص كان شوف الكان أنا لازم بعدها يجي بي كان بي كان بي تصريف ثالث للفعل نقص بي شوف جايب لي رائد مجرد رتن تصريف ثالث للفعل أنا صحيح يجيني تصريف ثالث للفعل بس هنا شوف هاي تصريف الثالث للفعل جايب لي مع تصريف الثالث للفعل بي كلمة بي احنا نحتاج بعد كان بي وتصريف ثالث للفعل فهذه صحيح تصريف ثالث للفعل بس أنا عندي هنا نقص بعد كان بي فهذا الاختيار الصحيح بي رتن بي رتن رايت رتن بي رتن الجواب بي رتن لأن عندنا نقص بعد كان بي وجاب لي بي مرتبطة بالفعل بتصريف الثالث للفعل فالاختيار بي رتن طلاب خلص موضوع المبني للمجهول موضوع مطول يحتاج دقة وتركيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته